موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم صدر القرار الجمهوري رقم واحد لسنة 2020 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر قرار رئيس الجمهوري رقم 9 لسنة 2020 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى وقضت المادة الثانية منه من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية استمع نائب رئيس الجمهوري الفريق روكن علي محسن صالح خلال لقائه محافظة محافظة الحديدة حسن علي طاهر إلى المستجدات الميدانية وما يسطره المقاتلون الأبطال من ملاحم خالدة علاوة على الأوضاع في المناطق المحررة وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام شرطة الحديدة العميد نجيب أحمد ورق جهود تفعيل الأمن في المديريات المحررة وإعادة بناء فروع مراكز الشرطة وتأهيل منتسبيها بما يحقق تثبيت الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة واشهد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال في الساحل الغربي والثبات الأسطوري في وجه اعتداءات ميليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران ميدانيا استهدف طيران التحالف اليوم مواقع لتصنيع وتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في فجع الطان ومعسكر العمد والنهدين بصنعاء وأضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة وأكد أن قيادة القوات المشاركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية لقي عدد من عناصر ميليشيات الإنقلاب الحوثية مصرعهم وأصيب آخر إثرى قصف شنتهم مقاتلات التحالف دعم الشرعية شمال شرق محافظة الجوف ذكر مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات على متنها تعزيزات بشرية للحوثيين في جبال الساقية بمديرية الغيل جنوب غرب المدينة وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين ومقتل وجرح كل من كان على متنها من العناصر لقي ثلاثة عناصر لميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح أكثر من خمس آخرين جنوب غرب مديرية قعطبة بمحافظة الظالع فيما واصلت الميليشيات تعزيز الصفوفها بالآليات والقوى البشرية وأكد مصدر عسكري أن مواجهات الشرسات تجددت في جبهة بطار جنوب غرب مركز الفاخر بمديرية قعطبة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة وميليشيات الحوثي الإنقلابية وبحسب المصدر فإن المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة امتدت إلى منطقة صبيرا شمال معسكر الجب الاستراتيجي وأسفر عنها مقتل عنصرين حوثيين وجرح أكثر من خمسة آخرين كما استهدفت مدفعية القوات المشتركة تجمعات الميليشيات الحوثي غرب مدينة الفاخر أصابت خلالها أهدافها بدقة عالية أسفر عنها مصرع عنصرين حوثيين وسقوط عدد من الجرحة في منطقة شليل الشمال جبهة بابغلق على المحور الشمالي لمركز الفاخر نفذت قوات الجيش الوطني عدة كمائن ناجحة ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران غرب محافظة تعز في عملية استنزاف بشرية ومادية كبيرة لعناصر الحوثي وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية في كمائن محكمة وناجحة في جبهة مقبن غرب تعز وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية انتهى المجز في أمان الله